كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ سوف نقوم بعمل طريقته في البيت بمقدير سهلة جدا بمقديره بسكوت سافيار يجب ان يتعامل به 300 جرام جبنا كريم علبة أشتاء كريم خفق كريم خفق نص كوبية سكر بودر وده حليب مكسف لو احتاجناه دي مع علاقتين نسكة فيه وكوبية مية مغلية اللي احنا شايفنا في البولة وده الطبع اللي هعمل فيه احنا هنحتاج لكل كوبية مية مغلية مع علاقتين نسكة فيه هندوي بأول حاجة النسكة فيه في المية المغلية علشان نحط فيه البسكوت ونرسه في الطبق دي هتبقى القاعدة بتاعته والبسكوت ده مجرد ما بيتبل وخصوصا ان المية سخنة زي ما انتم شايفين بينفش شوية كده بيبقى زي الكيك يعني ده البسكوت المخصص التراميسو فيه بيتعمل بوصفات تانية بيتحطى حوالين ترات او بيتعمل بحاجة تانية يعني ده شكله من جوا بيكون عبارة عن كثين صغيرين كده يعني وصفين يعني هو الطبق ده اللي قدامكم الفايل ده اخد تقريبا تلت كياس من دول يعني يعني باكت ونص هفتحه كده ده بيكون شكله من برا بس طبعا نحاول نطلعه بسرعا اول واحدة على ما انجبتي الشوكة كانت اتكسرت بس مش مشكلة خالص احنا كده كده هنقطعه وكده كده نحط عليه كريمة بس نحاول مجرد ما ننزله نطلعه على طول يعني يعني مش بيستحمل خالص نبله كده ونطلعه على طول وبعدين نبدأ نرسه في الصانية او البايركس او الطبق اللي احنا هنعمل فيه بسه مش بيستحمل خالص بس طبعا مش مشكلة عادي يعني هنحط عليه كريمة وهنقطعه فانو شايبان خالص بس نحاول انا قد ما نقدر ان احنا يدوب بس نغطسه ونطلعه على طول ما نغايبهوش في المية السخنة هو كده بياخد التعمل النسكافيب وبيتشرب طبعا هنا هتشوفه الكباية هتخلص على طول يعني كباية المية اللي انا حطاه دي هتخلص على طول انا حطيت تقريبا مرة او مرتين يعني كبايتين مية او ثلاث كباية مية وكل كباية مية معلقتين كبار نسكافيه انا حطيت الكريمة وحطيت عليها القشطة وهنبدأ ندرب بالمضرب مجرد ما يتجنسوا مع بعض ويبقوا كريمي كلهم كده عشان ما نتأكد يعني ما فيش ايه تاكد طولات هنزل عليهم كريمة الخفق او لو في كريمة لباني طبعا يعني كله بيدي طعم حلو وبعدين هنحط عليه كيس الكريم جونتي ده وبرده يعتبر زي كريم متخفق يعني بس بيدي طعم احلى ومسكر برضو حلو جدا هنحطوا نص كوباية سكر باودر بس ودي كانت سكرها مزبوط جدا بصوا ده شكل البسكوت لما رصناه كله وبعدين هبدأ نزل نص طبقة الكريمة او يعني الى حد ما ان احنا نغطيها بس الكريمة بس تكون طبقة يعني سميكة شوية هنغطي كله كده بجد بيبقى طعمه حلو جدا ممكن بدل نسكافيه للناس لو مش عايزة نسكافيه او لاطفال او كده ممكن افكر تانية ممكن يتغطس في عصير فراولة عصير مانجا يعني عصير كوكتيل عصير برتقان ويتحط على وشه بدل ما احنا هنرشو عليه اي دلوقتي ممكن نحط على وشه اي توبنج احنا عايزينه يعني ممكن نحط قطع مانجا ممكن نحط قطع فراولة ممكن نحط عليه سوس كرامل ممكن نحط عليه شوكولاتة شوكولاتة ويعني حسب ما احنا عايزين يعني مش لازم يبقى بالنفس الفليور هنا انا اخدت الباكت ده كمان من البسكوت التاني وعملته بنفس الطريقة حطيته في النسكافيه برضو وحطيته لطبقة التانية بعد ما حطينا الكريمة هنا بقى الكريمة حطيتها في كيس حلواني وحبيت يكون شكلها مختلف كده من فوق الوشي يكون شكلها اشيك واحلى يعني فبقيت عمل كده روزيتات او وردات يعني صغنطوتة كده او كور يعني صغيرة بحيث ان لما يتزين في الاخر بالكاكاو هيكون شكلها واضح وملحوظ يعني بدلا ما يبقى شكلها سادة بس طبعا الافكار تزين كتير وافكار اطعمة مختلفة كتير يعني وهنا لما استعملتش الحليب المكسف لقيت الكريمة طعمها كويس ومناسب وسكرها مناسب فما حبيتش اسكرها زيادة عن اللازم وهنا هكمله كله بنفس الطريقة وبعدين هعمله بستريتش وندخلوا لطلاجة وهنا بعد ما طلعتم لطلاجة هنرش على ويشه بقى كاكاوب بودر خام اقل حاجة يقعد في الطلاجة يعني على الاقل مثلا خمسة ساعات عشان يتماسك وكل طعم الجوادي تدخل في بعض وبيكون شكله تحفة جدا بجد ده شكله في الاخر وده شكله كان من جوة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باية